الجاني متهم هندي تسلل إلى المنزل وقطع التيار الكهربائي وارتكب جريمته ثم ترك بملابس غير ملطخة بالدماء مثل هندي متهم بقتل عائلة كويتية بأكملها من ثلاثة أفراد الأم والأب وابنتهما أمام النائب العام في مسرح الجريمة بمنزل العائلة المقتولة من صباح الأحد حتى المساء وانتشرت الجريمة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل ثلاثة أيام بعد تلقي بلاغ لوزارة الداخلية وبحسب تسريبات من التحقيقات فقد وقعت الجريمة في الخامسة والنصف من صباح يوم خمسة وعشرون فبراير شباط في البداية قامت وزارة الداخلية باعتقال العاملة المنزلية التي كانت تعمل لدى الأسرة بالساعة بصفتها المشتبه به الأول مع ثلاثة متهمين آخرين ليتم استجوابهم حول وجودهم في منزل العائلة المقتولة في اليوم السابق للجريمة لكن بعد يوم كامل من التحقيقات والتحقيقات استبعدت وزارة الداخلية جريمة القتل وكثفت التحقيقات التحقيقات وجمع أدلة الجريمة بمساعدة الجيران والكاميرات التي كانت موجودة خارج منزلهم إلى أن بدأ أن الشخص الذي تسلل إلى منزل الأسرة تثكل قطع الكهرباء ونفذ جريمته بقتلهم جميعا على خلفية عدم دفع مبلغ مالي تمكن رجال الأمن الجنائي من نصب كمين للجاني واعتقلوه في منطقة الصليبية بمحافظة الفروانية خلال ثلاثة أيام ليتبين أنه رجل هندي الجنسية قتل الأسرة بعد قطع التيار الكهربائي عن المنطقة حتى لا يشعر أحد بالجريمة في وضح النهار مثل للجاني جريمته في مسرح الجريمة وكان يحمل كيشا بملابس جديدة ليخرج من المنزل دون أن يتلطخ بالدماء كما سرق مبلغا من المال وبعض الذهب في المنزل قبل أن يهرب وتم تمثيل للجريمة بحضور النائب العام لتسجيل الواقعة وتوثيقها ومعرفة تفاصيل وأسباب ارتكابها وبعد اكتمالها ظل الجاني رهن الحبس حتى صدور الحكم عليه اشتركوا في القناة